اشتركوا في القناة الى تعزيز الامن والاستقرار والتنمية ومن جانبه اكد السيد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشددا على محورية الدور المصري في حماية امن واستقرار المنطقة العربية ومثمنا الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والاسلامية الشقيقة واضف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول الاوضاع الاقليمية المتوترة والحرب في قطاع غزة حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الانسانية الهائلة بالقطاع وتم تأكيد ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين ووقف اطلاق النار مع التجديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة